اشتركوا في القناة بما قامت به الدولة من تجارب ناجحة خلال سنوات الأخيرة في هذا الإطار وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس سيسي وجه خلال اجتماع برئيس الوزراء بتكثيف جهود تطوير المناطق التاريخية القديمة بالقاهرة لإبراز دورها كمركز ثقافي وحضري وسياحي وذلك بالتنغم وتكامل مع جهود توسعي في المجتمعات العمرانية الجديدة الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود تطوير منظومة الموانا على امتداد السواحل المصرية وفق أرقى المعايير لتحقيق أفضل استثمار لمكانة مصر وموقعها الجغرافي بالتكامل مع محور قناة السويس كهمزة وصل بين الشرق والغرب وعلى نحو يتيح زيادة التبادل التجاري مع مختلف دول العالم توجيهات الرئيس جاءت خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير النقل ورئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بتطوير منظومة الموانا على مستوى الجمهورية أعلنت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية والمنوفية تعطيل الدراسة اليوم الاثنين بسبب اضطرابات حالة الطقس هذا وقد شهدت العديد من المحافظات سقوط أمطار متفاوتة الشدة مثل القاهرة والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والمنوفية والغربية كما انتشرت معدات وشفط المياه في أنحاء الجمهورية تحسبا لأي طارق أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 919 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا لافتة إلى وفاة 46 حالة جديدة وأفدت الوزارة بخروج 654 متعافية من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 312291 حالة حتى اليوم من بين إجمالي إصابات بلغ 375330 من ضمنهم 21361 حالة وفاة أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياحة الخارجية جوزيب باريل عن ضرورة أن لا تتمكن موسكو من إقصاء دول أوروبا عن صياغة الهيكلية الأمنية التي تقترحها روسيا على واشنطن في أوروبا وقال باريل أن أوروبا لا يمكنها استبعاد احتمالي أن تتمكن روسيا من استخدام هذه الأزمة لتحقيق هدفها المعلن بإعادة هيكلة النظام الأمني في أوروبا واستبعاد الأوروبيين من هذه المناقشات كانت وزارة الخارجية الروسية قد نشرت مسودة ضمانات أمنية في أوروبا اقترحتها روسيا على الولايات المتحدة والنيتو أحيت ألمانيا الذكرى الخامسة للهجوم الإرهابي على سوق عيد الميلاد في برلين قرعت أجراس أو قرعت أجراس الكنيسة التي صدمت أمامها الشاحنة حشدا من المحتفلين بسرعة قصوى حيث قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتايم ماير خلال المراسم أن من واجب الدولة تصحيح الأخطاء والثغرات والمشاكل التي أدت إلى عدم منع هذا الهجوم انتخب مرشح اليسار التقدمي جابريال بوريك رسميا رئيسا لتشيلي حسب ما أعلنت السلطات الانتخابية وحصل بوريك على 56% من الأصوات مقابل 44% لمنافسه اليمني خوسي أنطونيو كاست بعد فرز أكثر من 99% من مراكز الاقتراع وهن الرئيس المنتهي ولايته سيباستيان بينايرا الرئيس المنتخب الذي سيتولى منصبه رسميا في 11 مارس المقبل نهاية موجزة الرابعة صباحا مشاهدين لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستجرام ويوتيوب شكرا على طيب المتابعة كانت معكم داريم مصطفى وإلى اللقاء اشتركوا في القناة